السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم اخواني في هذا الفيديو جديد. يوم شاء الله سوف نقوم بشرح هذا الريموت الخاص بمكيف فيتكو. تابعني حتى الاخير وريد ان اشترك في القناة ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء. الكلام طويل عليكم اخواني هذا الزير on off فهو للشغل وادفاع المكيف. وهذا الزير مود متوفر في جميع المكيفات. وهذا الزير هو الذي نختاره منه وضعية التبريد وكده لكوضعية التسخين. عند الضغط اخواني على الزير مود يظهر لنا اول مود وهو اوتو يعني اوتوماتيك. يشتغل مكيف اوتوماتيكيا يدبط درجة الحرارة اذا كان الجو بارد سوف يشتغل تسخين وكذلك اذا كان الجو ساخن سوف يشتغل اوتوماتيكيا بارد. كذلك لدينا المود التاني كول او تظهر كذلك على ما تتلج في بعض المكيفات يعني التبريد. هذا هو موز التبريد اخواني. من الاسم نختاره درجة الحرارة. اقل درجة حرارة هي 17 درجة. افضل درجة حرارة من ناحية استلاك. طاقة اخواني هي 24 درجة او 25. عند الضغط مرة اخرى اخواني اظهر المود الموالي. تظهر هذه العلامة. علامة نقطة الماء. معناها تجفيف. يعني امتصاص الرطوبة من داخل الغرفة. يستعمل في المناطق الساحلية التي يكون فيها الرطوبة. لم يبرد عادي مع خاصية امتصاص الرطوبة من الوفاء. المود الثالث اخواني تظهر هذه العلامة. علامة مروحة. معناها اخيه تشتغل مروحة تاخليها فقط بدون تبريد وبدون تسخين. فقط المروحة وينشتغل الوحداء الخارجية. وفي الاخير يظهر لنا هذا المود الذي هو عبارة عن علامة الشمس. معناها تسخين في فاصل الشتاء. هذا هو مود تسخين. على درجة في المكيف هي 30 درجة في تسخين. كذلك لدينا هذا الزر ايكو. عند التقط عليه سوف يقوم المكيف بتوفير الطاقة. وهذا الزر طايمر لضبط وقت الشغال وإطفاء المكيف. كذلك لدينا هذا الزر فان. من هنا نقوم بتحديد سرعة المكيف. كذلك لدينا هذا الزر سليب. سليب اخواني هو الزر خاص بالنوم. حين تضغط على هذا الزر تظهر علامة الهيلار هنا في ريموت كنترول. مع معنى هذا المود يقوموا بنقص الزوضاء اثناء النوم. يقوم بنقص صوت مروحة المباخر. والخاصية التانية انه يرفعوا درجة الحرارة التي تضبطها امت درجة كل ساعة. وتماسكيا مثلا اختار درجة عشرون في التبريد. سوف تمر ساعة وترتفع درجة وبعد ذلك ساعة اخرى ايضا سوف ترتفع درجة كي تصل ستة وعشرون وتستمر حتى تصل ستة وعشرون. وذلك تمشيا مع حرارة الجولة لكي لا يصيبك المرض وكذلك استعلاك اقل في التقى فهذا الزر متوفر في جميع المكيفات. وهنا لدينا هذا الزر ديسبلاي وهو فقط لتشغيل واطفاء شاشة المكيف. اثناء النوم اذا كنت تريدوا اطفاء الشاشات المكيف تضغط على هذا الزر ديسبلاي. كذلك لدينا هذا الزر سوينج وهو متخصص اخوان الكرام بالشفارات التي توزع الهواء في الوحدة الداخلية يعدل على الشفارات من الاعلى الى الاسفل. كذلك لدينا هذا الزر تيربو اخواني هو للسرعة القصوى للمكيف. تعمل المروحة باسرع قصوى والمكيف يبرد باقصى سرعة ويوصل درجة الحرارة التي تريدها في اقل الوقت ممكن سواء في التبريد او كذلك في التسخين. اما هذه الازرار هي متخصصة في التعجيل على درجة الحرارة. نقوم بداية بالتعجيل على درجة الحرارة من الاعلى الى الاسفل. الى هنا ينتهي هذا الفيديو ارجو اذا اعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل فيديو هاتينا.